سجل معدل أسعار البنزين ارتفاعا فيما سجلت أسعار الديزل والكاز استقرارا في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من شهر ذاته وفقا للنشر الاسترشادية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أما سعر خام برنت فقد حقق ارتفاعا طفيفا بحسب الأسواق المرجعية لوزارة الطاقة في الأسبوع الثاني من هذا الشهر حيث وصل إلى 68 دولارا ونصف الدولار للبرميل مقارنة مع 68 دولارا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وسجلت أسعار البنزين بنوعيه ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع سعر البنزين أكتان 90 إلى نحو 614 دولارا وبنسبة 4.5% في حين ارتفع سعر البنزين أكتان 95 إلى نحو 666 دولارا أما سعر الديزل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي فتراجع بنسبة طفيفة ليصل إلى 569 دولارا ونصف الدولار وكذلك الكاز الذي وصل إلى نحو 600 دولار للطن